وأن صفوة البشر هم الذين يصيبهم البلاء وكثيرا ما يكون البلاء ضريقا معبدا إلى جنة الرضوان والنعيم المخيم بل إن العبد قد تكون له منزلة في الجنة لا يصل إليها أو لا يبلغها بعمله الذي اعتاد عليه لعلو هذه المنزلة عن مستوى عمله فيبتلى من الله سبحانه وتعالى فيبلغ هذه الدرجة بثواب الصبر على قضاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له